هل البتكون بخطر ومنصة شهيرة تحت النار؟ أهم أسباب هبوط البتكون ولوين رح نتجي رح ننقش بهذا الفيديو شباب هاي أرباحنا من قناة التليجرام إذا كنت بتفضل صفخات استثمارية مرابحة أكثر من 500% نضم لقلي على الرابط اللي بأسفل الفيديو شباب عنا خبراء متميزين بدراسة العملة ووضع الأهداف عليها الحكومة الأمريكية تفتح النار على منصة شهيرة جدا وطبعا هالمنصة هاي بتستخدموها كتير من عرب لسهولة استخدامه بتمنى منك صديقي إذا كان عندك رصيد بهالمنصة تنقله لغير منصة وطبعا القاضية في الدعاء العام في الولايات المتحدة وجهت دعوة ضد منصة كوين إكس شانج بتهمت العمل بالولايات المتحدة بشكل غير شرعي وتهمت الاحتيال هالمنصة أصبحت عليها خط أحمر طبعا شباب أنا بفضل منصة بيت جيت بعد منصة باينس رح أترك لك الرابط المنصة بأسفل الفيديو أسعار التضخم لا يزال يفتق بالمستهلكين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة صفر فاصلة ستة بالمية مقابل توقعات صفر فاصلة أربعة بالمية وطبعا هاي النتيجة إيجابية للدولار وثلبية للسلع والأسهم والعملات الرقمية لذلك شباب شفنا ارتفاع الدولار بسبب هاي البيانات الاقتصادية وتصحيح عنيف لعملة البيتكوين وطبعا البيتكوين كسر مناطق 23 و300 طبعا هذا الأمر سلبي جدا شباب إذا ما استعدنا هاي المناطق خلال اليوم بيبقى قدامنا سيناريو الهبوط مناطق 22 و500 أمر وارد جدا شباب مهم كتير الراغب الأغلاق اليومي صديقي إذا كنت متفضل تاخد الأخبار أول بأول وأهم الصفقات الناجحة صديقي ما عليك إلا تنضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو وهيك شباب بيكون وصلنا معكم بنهاية الفيديو لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتتركي الرأيك بالتعليقات لتكون أحد الرابحين معيني